هذا وقد أشهدت مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس نواب بما أكده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من مضامين رفيع وتوجيهات كريمة تعكس رؤية مستقبلية وتوجهات استراتيجية ومنهجية متطورة الصيلة وعصرية انطلاقا من ثوابت الوطنية ومواكبة التطورات الحديثة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والتطوير في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مؤكدة معاليها دعم مجلس النواب لتوجيهات سمو حفظه الله من أجل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للانفتاح والنمو للقطاع الخاص ومواصلة مسيرة الخير والنماء من أجل خدمة الوطن والمواطنين ومضاعفة التعاون الفاعل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتعزيز تطوير العمل الحكومي